جزاء القانون للزواج خارج المحكمة هو بغرامة 250 ألف أو 300 ألف تحديداً مع إيقاف الحبسة 6 شهر مع إيقافها يعني السالفة تفض بـ 300 ألف نعم دعنا نحن 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 السالفة تفض بـ 300 ألف طيب أنا أرى هذا الإجراء سيزيد الزواج خارج المحكمة وما يحد مننا نعم وهو هذا التساؤل اللي يضعنا أمام نص المادة 10 فقراءة 5 هل هي مادة حققت أهتافها الردعية؟ هل إن حالات الزواج خارج المحكمة قلت بعد تشريع هذه المادة؟ أم نحن في تفاقم لحالات الزواج خارج المحكمة؟ حالات الزواج خارج المحكمة تتزايد وتتعاقم وما حتى إذا خليت مبلغ أكبر يعني أنا ما أشوف هذه المادة 10 فقراءة 5 مادة تحقق غاياتهم أنا عندي حل ست هي نحن سألفة بـ 300 ألف تفض نعم روح وتعال ومحكمة وقاضي وها التفاصل كلها بـ 300 ألف غرامة ومع إيقاف تنفيذ الحكم إلى 6 أشهر وانتهى الموضوع هذا يخلينا روح الشباب تبدي تزاوج بهذه الطريقة ويقولوا شنو تفض بـ 300 ألف بـ 300 ألف يؤتي هذا الفعل وتكون لها بصمة جرمية ويسيار إلى قاضي التحقيق ومركز الشرطة ويزر حكم جنائي بحقه حتى لو مع وقف التنفيذ حتى لو بالأقفو هذا مرح يردع بحتي يردع مبلغة 600 ألف دينار لو المليون دينار طبعاً طبعاً إجراء صار مقانوني أنا وقفت يا أما السجن أفعل السجن يا أما أصعد المبلغ أو تغلظ العقوبة بتجعلها من مدة ستة شهر إلى سنة تغلظها تسويها مثلاً خمس سنوات راح أقول لك هذا اليقف أمام هذه المسألة إنه أقد الزواج من الناحية الشرعية والقانونية قد يتحقق على يد رجل الدين بطريقة صحيحة لماذا؟ لأن عقد الزواج خارج المحكمة يتطلب إيجاب وقبول وإتحاد مجلس الإيجاب والقبول وحضور الشاهدين المعتبرين لكي يعتبر عقداً صحيحاً قبل باقي جنسية ولا أكو شيء تسجيل عقد الزواج أستاذ رأي تسجيل عقد الزواج وإثباته هو مسألة تتعلق بتوثيق الحقوق ولذلك قيل إن هذه المسألة هي مجرد مسألة ضيمية لأن عندما يكون لدى الطرفين وعي بأن عقد الزواج هو عقد صحيح وقائم وإن مسألة توثيق الحقوق هم ما زالوا لم ينضجوا ذهنياً وقانونياً في تفاهم الآثار والعواقب المترتبة عليها فإذن مهما غلظت العقوبة هما نحية الشرعية عندهم إنه الزواج صحيح وقائم فأنا لست مع تغليض العقوبة ولست مع فرض عقوبات يعني فرض غرامة أخرى أنا مع فكرة تفعيل فكرة المأذون الشرعي فكرة المأذون الشرعي موجودة وقائمة في البلدان العربية ومعمول بها فكرة المأذون الشرعي هو ليس برجل دين اعتيادي هو شخص مأذون قانوناً ذو خلفية أكاديمية على الأقل لديه بكالوريوس في القانون أو بكالوريوس في الشريعة حصل على إجازة من مجلس القضاء الأعلى أو من وزارة العدل مأذون له بممارسة المهنة يمارس المهنة وفق ضوابط معينة هناك عقوبات رادعة في حالة قيامة بأي مخالفة هناك رسم يجب عليه أن يدفع عند القيام بأي عملية الزواج وتوثيق له أنت الآن حققت الهدفين حققت الإيمان الطرفين بأن من يبرم عقد الزواج هو شخص ديني ذو سلطة تضاهي سلطة القانون وهو شخص قانوني في ذات الوقت وهذه حل المشكلة؟ نعم لأن المأذون الشرعي هو الذي سيتكفل بتسجيل عقد الزواج وش راح يسألوا؟ راح يتكفل بالتسجيل هم أصلاً مبتعدين عن القانون ومبتعدين عن المحكمة مبتعدين عن شيء اسمه قانوني راح أجيب أني مأذون قانوني وشرعي مهم هذا هذا هذه رأيك أحترم رأيك لكن كواقع كقانون قانون حقيقي موجود مأذون الشرعي أنا جاء مأذون الشرعي إذن أنا اتصلت بالدولة أنا عشان تقربتيني للدولة أكثر أنا ما متقرب للدولة أنا منهزة من المحكمة أنا جاء الزواج بدون علم المحكمة زياناً مأذون الشرعي شرح يكون تابعي للمحكمة وإذن قانوني نعم مو